لم تتمالك الفنانة غاد عبد الرازق دمعها على الهواء مباشرة خلال حديثها عن بعض الزكريات السلبية لها قبل الشهرة وقالت غاد عبد الرازق خلال استضافتها في أحد البرامج أنها كانت تعتقد أنها تجاوزت ما تعرضت له في فترة ما قبل الشهرة مثل وفاة والدها في صغرها وترك والدتها لها وعدم اهتمامها الكافي بابنتها روتانا في صغرها بسبب ان شغالها بالفن ولكنها اكتشفت أنها جروح ما زالت تعالكها إلى الآن وأضافت بأنها فكرت باعتزال الفن وارتداء الحجاب قبل 12 عام وعادت تفكير نفسه منذ أربع سنوات بسبب أزمات حدثت لها في المجال الفني وكشفت الفنانة غاد عبد الرازق بأنها ندمت على دخولها لوسط الفني في فترة ما ولكنها الآن تفضل دائما العمل مع مخرجين وممثلين شباب وتقدمهم واعتبرت ذلك واجبا عليها وأمرا إيجابيا وليس ضعفا منها وأوضحت غاد عبد الرازق بأنها ستشارك في مسلسلها الجديد مع مخرج جديد للمرة الأولى وستقدم 15 حلقة فقط بسبب عدم امتلاكها لوقتي الكافي ولشعارها بالإرهاق من المسلسلات الطويلة زيت التلاتين حلقة وأشارت غاد عبد الرازق إلى أنها أصيبت بالغرور بعد نجاح مسلسلات سمارة ومع سبق الإسرار وحكاية حياة وتعرضت للأزا وقتها بسبب ذلك منها أنها كانت تتصرف بطريقة مختلفة عن شخصيتها وتصرفها بطرق غير زاكية مع بعض أزمتها ولفتت إلى أنها تمكنت من التغلب على تلك الحالة ووصفت نفسها بالسيدة المسابرة والقوية والضعيفة في الوقت نفسه وزاكية ومحبوبة وصديقة وفية ووالدة جيدة ووصلت غاد عبد الرازق حدثها بأنها لم تقدم أي تنازل في مسيرتها الفنية بل كافحت وعملت منذ صغرها وتسير عكس الطيار دائما لذلك فهي في حالة صعود وهبوط مستمر في مسيرتها وأكدت غاد عبد الرازق أنها بدأت الاهتمام بنفسها في الآونة الأخيرة عبر ممارسة الرياضة رغم عدم حبها لها وأيضا من خلال الاهتمام بحالتها النفسية وتمنت غاد عبد الرازق مشاركة الفنان الكبير عاد الإمام في عمل لهم كون الحظ منعها من العمل معه في أكثر من مناسبة وفق قولها وكذلك تتمنى العمل مع الفنان أحمد حلمي والفنان كريم عبد العزيز